كل الأخبار بصوا كده كده عنا ندق مع بعض ده بقى كده في حقوق الإنسان عماتاً بس قبل ما اتكلم معي لكم على كم نقطة بالنسبة لحوار الشيت عشان الناس كتير قيلت لي انت ليه ما عملتش ورقك انت الفكرة كلها ان الماد قبلها يومين بس وزي ما كلنا كنا ركننها انا كنت ركنها برضو ان اعدي مواد فأيتي مواد تقينة فالفكرة ان الماد دي كلنا ركننها وانا ما عنديش وقت قعد اسمع محاضرات الدكتور في اليومين دول ولخصها واعمل ريكوردات يومين قليلين تمام فمش هل هعمل الكلام ده شيت اوريجنال الشرح بتاعها كويس وبنزر نفس الكلام اللي قد ده الدكتور في المحاضرات وتأكدت بالطريقة فكل تمام ووارد يكون فيه غلطات في الاسئلة مدام شيت من بره وارد عادي مش مشكلة هنعرف الاسئلة دي ونزبطها مع بعض واللي يشوف فيه سؤال مثلا اجابته غريبة او حاجة يبعته لي وكده كده بكرة انا نفرغه للاسئلة بس ابقى عبارة عن اسئلة بس ونزبط الدنيا مع بعض بس فنزبط الدنيا كده ان شاء الله في الاسئلة وايه وبكرة وكل حاجة تبقى تمام نبدأ بقى على طول في الشرحة للوقتي اول حاجة اتكلم فيها اللي هو التكلم عن مفهوم الفساد وانواعه بصو انا معلم عايزك تمسك قلم المركر اللي هو الترك على في ايدك والشي تبقى قدامك وتعلم على الجملة اللي انا اقول لك علم عليها مش معنى ان انت تبص دي وتنسى اللي جنبيها لا الفكرة ان الجملة دي دي اللي فيها الزتونة يعني دي المعنى الحرفي بتاع الكلمة يعني مثلا ايه نبص مع بعض اتكلم في مفهوم الفساد مثلا يلتك مفهوم الفساد هي اساءة استخدار السلطة من قبل شخص لديه نفوز أعلم على الجملة دي اللي بعدها مهم بس بفهم الفساد يتلخص في الحتة دي تمام فاتقر اللي بعدها برضه وحفظه بس دي اللي فهز زتون عشان تبقى مركز ومسحصح معاي نبدأ بقى كده أقول لك بفهم الفساد زي ما قلنا إساءة استخدال السلطة من قبل شخص ردايه نفوس أعلم على الجملة دي في إيه بقى؟ في التخيص قرار في إدارة شأن عام أعلم على إدارة شأن عام يعني بفهم الفساد ده واستخدال السلطة من قبل شخص ردايه نفوس واحد عام نفوس في إدارة شأن عام وهو صورة غير أخلاقية وعمل غير قانون يكون به الشخص الذي يمارسه تمام تاني نقطة تاني نقطة أقول لك الفساد علاقة اجتماعية تمثل في انتهاء كواعد السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة يبقى لإيه الفساد ده علاقة اجتماعية علاقة اجتماعية علاقة ما بين البشر تمام بين حد وحد تمام حاجة غلط فهو بينتهك الفساد بينتهك الكواعد دي فإيه طبعا إحنا مصلحة أننا كلها بتتضر تالت حاجة يرجع الفساد إلى إيه بقى؟ علم بقى معايا عدم استقامة أخلاق الشخص علم على أخلاق الشخص أما رجال القانون ينظرون إلى الفساد على أنه إيه بقى أعلم عليها؟ انحرافا في الالتزام بالكواعد القانونية يعني أنا عندي الفساد في حاجتين عدم استقامة أخلاق الشخص تمام؟ دي أول حاجة ثاني حاجة بيبص بالنسبة للرجال القانون بالنسبة للرجال القانون الفساد دي عبارة عن إيه؟ انحراف في الالتزام بالكواعد القانونية يعني لو قالك الفساد بالنسبة للرجال القانون هو انحراف في الالتزام بالكواعد القانونية الجملة دي صح نخش بعد ذلك على أنواع الفساد عندنا بالضبط أربع أنواع الفساد السياسي والفساد الإداري والفساد المالي وفيه تحت كده هتلاقي الفساد الإداري تاني فالفكرة كلها في إيه هو الفساد الإداري أسمه على نقطتين والنقطتين بيكملوا بعض نبدأ أول نقطة أول نقطة يقول لك الفساد السياسي يقول لك إيه بقى يتمثل في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تمام؟ علم على دي وقال لك من سواء من إيه بقى من أعضاء البرلمان أو الوزراء وممثل الأحزاب ومنظمات السياسية تمام؟ ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواع الفساد علم على أخطر أنواع الفساد دي الفساد السياسي أخطر أنواع الفساد دي ممكن تماموضع سؤال نكمل تاني نقطة نقول لك النوع التاني اللي هو الفساد الإداري فساد الإداري يقول لك يتمثل فيه مستوى فساد المتعلق بالموظفين في المستويات العليا والوسطى والدنيا مع الجملة دي من أول فساد لحد الدنيا يقول لك تسهيل الأمور بطريقة ملتوية على القانون يعني هو بلي بيعملوه ايه بيسهل الأمور بطريقة ملتوية على القانون يبقى أنا عندي السطر ده كله يتعلم عليه تاني النقطة يقول لك وهناك فساد على مستوى القاعدة كفساد رجال الشرطة على مستوى القاعدة دي ورجال الشرطة يقول لك زي ايه بقى يقول لك زي رجال الشرطة ورجال الجمارك والدوائق رجال تصل بابرام العقود كشهر العقاري يعني انا عندي فساد على مستوى القاعدة في كل ده كله في رجال الشرطة ورجال الجمارك ودوائق رجال تصل بابرام عقود كشهر العقاري تمام ده كله اسمه فساد على مستوى القاعدة النوع الثالث اللي هو فساد المالي فساد المالي طبعا هنرغي فيه شوية لأن أغلب اللي بيعمل فساد يبقى قصد أنه يكسب فلوس أنا مش عمل الفساد عشان خاطر أطلع وحش والغلاص لأ أنا عايز فلوس عشان في الكلاب بعمل حاجة غلط فإيه بقى الفساد المالي بصوا هو مخالفة الكواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة علم على دي معروفة حاجة بتخلف كواعد الحكام المالية بقى فساد مالي تاني حاجة يقول لك إيه مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابية تمام نكابل يقول لك بقى إيه فساد المالي بقى ليه كم نقطة أول حاجة الكسب غير المشروع الكسب غير المشروع يقول لك يعبر عن هذه الجريمة في بعض الدور بعبرة من أين لك هذا علمني عن الجملة دي يا رايبقى من أول يعبر لحد من أين لك هذا تمام وهي عبرة عن إيه بقى مرة واحدة ليت عنده شققتين وعربية بقى انت جبت منين الكلام ده انت رجل موظف فبشوف بقى لإيه لو عنده مصدر داخل تاني بقى حاجاتي جبتها منين وهكذا ده اسمه الكسب غير المشروع يقول لك ليه إذا ينبغي على الموظف العام أثناء بداية توليه الوظيفة أن يكون بإيه بقى علم بقى على دي بملء مستند الزمة المالية علم على مستند الزمة المالية دي يعني قبل الموظف يبدأ شغله بيمدي علىesome parler مستند الزمة المالية ده اللي هو إيه يعني بيمدي على نفسه ان هو مش اه مش هيتكسب او هيتربح من وراء وظيفته والشغل ده تمام والذي يثبط ما يمتلكهم موظف قبل شغله في الوظيفة تمام يعني هي مستند الزمة المالية دي ده الموظف اهم حاجة فيه اللي هو ايه بيقول أنا عندي قبل ما اشتغل يعني مثلا لو عنده قارض قول أنا عندي قارض كزا لو عنده أي ممتلكات يقول أنا عندي الحجل فلانية قبل أن يبدأ الوظيفة بتاعته بحيث أنه لما فلوسه تزيد يكون عارفين هيزادت من إيه بالزبط نكمل تاني نقطة اللي هي الرشوة قولك الرشوة دي إيه دفع شخص أو مؤسسة مبلغ من المال نظير الحصول على خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له ويعفي أو يعفي نفسه من واجب عليه علمني على السطر داك قوله يعني إيه الرشوة ببساطة الرشوة ببساطة هي إيه أنا واحد بدي فلوس لموظف علشان حاجة من الاتنين يأما أخد خدمة مش من حقي تمام أو وعفي نفسي من واجب عليا يعني عندك مثلا أبسط مثال إيه اللعفة بتاعت الجيش واحد ما عندوش أي حاجة في أي حاجة عشان ندي فلوس مثلا وحد من عائلت وش عارفش أغال فين وظابط إيه وبتاع خاتق عفا تمام طبعا أنا دي واجب كنت المفروض أعمله وما تعلمتش ليه عشان خطي الرشو وأنا أدبت فلوس لواحد أعدني إن الكوميسيون بوقع ورد كده نكمل يقول لك إيه والرشوة هي التي تتم من خلال إيه بقى أركيزه معايا تتم من خلال الدفع للمسؤولين في الدولة ما مقابل خدمة دخل هذه الدولة علم عليها يؤلم لكن الرشوة دي عبارة عن إيه دخل الدولة بدفع للمسؤول في الدولة عشان إيه عشان خدمة معينة فيه عند نوع تاني ello هو الرشوة على مستوى الدولة الرشوة على مستوى الدولة المقصود بها تتم فيه إطار الصفقات التدخل فيها الأجنبي كطرف علمني على الصفقات التدخل في الأجنبي كطرف يبقى أنا عندي الرشوة كده فيها كم حاجة بسرعة عندي الرشوة دي أنا بعمل رشوة خاطر حاجتين أستفيد من حق مشلية أو أستفيد خدمة مفروض ما كونش أخذتها تاني حاجة فيه واجب عليا أنا مش عايزه وما مش هعمله زي حوار الجيش ده واحد بيدفع الرشوة عشان ما يدخلش الجيش دي أول حاجة تاني حاجة عندي نوعين فيها عندي الفساد داخل الدولة إن أنا بدفع لمسؤول جوا الدولة أنا مواطن مصري بدفع لمواطن مصري مواطن مصريالم الثاني ده موظف عشين يمشي لي حاجة معينة ده الفساد داخل الدولة في عندي الفساد على المستوى الدولي اللي هو فساد من الدول أن mudar ده غير فساد من محلي فده مستوى الدولي ده بيدخل فيه الأجنبي كطرف نكمل وقولك تدفع هذه الرشوة من جنب الشركة معينة في دولة صناعية متقدمة إلى مسؤول في الحكومة وعالة لما تكون دولة نامية لشراء مستلزمات ومعدات تحت جاية هذه الدولة من هذه الشركة أو غيرها يعني من الآخر الفسادة بيحصل بين شركة أجنبية وموظف جوا الدولة في أجنبية كطرف نكمل ثالث حاجة لاختلاص المال العام اختلاص المال العام يقول لك إيه؟ كيام الموظف العام باختلاص عمدا لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر تمام؟ يبقى دل الاختلاص موظف بيأخذ من وظيفته ليه هو وصدرك عن تريد اختلاص بقى إيه؟ الممتلكات المالية العمومية أو خصوصية وتشمل أيضا هذه الجريمة التزوير في الأوراق الرسمية للحصول على بعض الممتلكات العامة يعني الاختلاص حاجتين أول حاجة أن أنا باختلص حاجة من الشغل بتاعي لصالحي أنا اللي هو إيه؟ كيام الموظف العام باختلاص عمدا لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر تمام؟ تاني حاجة ممكن يدخل فيها التزوير التزوير في الأوراق الرسمية للحصول على بعض الممتلكات العامة مثل تملك أموال تعودل الدول دون وقع حقي أنا عندي الاختلاص العام المال العام في إيه؟ في النقطتين دول نخش إيه في رقم أربعة إهضار المال العام بقى أنا كنت باختلص المال العام باخده باخده المال العام بحطه في جيري لا أنا بقى إيه بقى أعمل إهضار المال العام يعني إيه بقى يقوم الموظف بإعفاء بعض الشركات أو بعض المواطنين من الضرائب المستحقة دون وجه حق يعني الهضار المال العام هو من لخاصه في الضرائب أنا أعب في شخص أو شركة من الضرائب اللي علي يبدأ إيهضار المال العام خدوا في رقم خمسة غسيل الأموال غسيل الأموال يقول لك إيه؟ تمثل جريمة راحقة لنشاط جمع المال بطريق غير مسروعة وخوفاً من المسألة عن ماذا ترك الأموال الكلمة اللي عندي لتبايدني لتغذير الأموال دي هي إيه جريمة لاحقة إيه جريمة لاحقة دي أنا عملت بلوة مثلا تجرت في السلاح مثلا فأغت معي فلوس محترمة ففلوس المحترمة دي لو صرفتها مرة واحدة تمام كل الناس تقول لي أنت كنت كحيان من يومين إيه اللي جبت فلوس دي كلها تمام فأنا بقى أروح عمل حاجة أخلي فلوس دي على جنب وأفتح شركة مثلا شركة استيراد وتصدير مثلا فالشركة دي أروح حاطت فيها شوية من الفلوس اللي معايا فلما يجي حد يسألني يقول لي أنت الفلوس تحتك دي جبتها منين يوميا شركة شغالة وبتجيب لي فلوس تمام وفي نفس الوقت أنا فلوس بتاعتي قريدي بشغالها تمام فالشركة دي الشركة اللي نفتحتها دي أول حاجة دارت بيها السمعة ما يتحدش قطر يسألني في مصدر الفلوس إيه وفي نفس الوقت بدل أن الفلوس مركونا عندي أنا استصمرتها في حاجة طبعا ما قدرش اضطها في البنك لأن البنك هيقول لي أنت جايبها منين وهقول لي مش هينفها هقول لي أني جايبها من سلاح طبعا فإيه معدميش مصدر تاني نقرأ بقى الكلام بسرعة كده يقول لك إيه هي جاية لما الحقيقة الجامعة نشط بتلاقي غير مشروعة وخافها من المسألة تاني حاجة يقول لك إيه وتطبع منظمات الإجرامية القامون عليها في عملية غسل الأموال أساليب تتلخص فيه علم بقى معايا إيه الأساليب اللي بتتعاملوا للناس العايزين يخسروا أموالهم دول بيقول لك إيه محاول تضخل أموال غير المشروعة في مؤسسات القطاع الرأسمالي تمام يعني هو ده اللي بيعملوا بيحاول يحط فلوسهم في القطاع الرأسمالي تمام ندخل بقى صفحة اللي بعد كده تمام يقول لك إيه تستهدف جرام غسل الأموال تحقيق هدفين إيه هدفين بقى اللي عايزة تحققهم غسل الأموال اللي نقتلكم عليهم بصول لك إيه أول حاجة إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة والتاني استثمار العقيدات الإجرامية في مشروعات مستقبلية يعني هو بيعمل حاجتين يخفي الرابطة بين العمل الجريمة والجريمة نفسها تمام وفي نفس الوقت هو الفلوس اللي جاي لأن الجريمة دي بدل مالكنها أنا استثمرتها تمام ده nächste نسبة جود أخصي PSA اموال النوع الرابع بقى له في السادة الإداري هنكمل فيه النوع الثاني لحنا قمنا في النوع الثاني هنكمل بقى في النوع الرابع يقول لك النوع الرابع ده بقى ايه نكبر بس شوية هو تلك المخالفات الإدارية والوظفية والتنظيمية التي تصدر من الموظف العام تمام يعلموا عليها بقى هي المخالفات الإدارية والوظفية والتنظيمية تصدر من الموظف العام احنا قبل كده قلنا ايه قلنا ان هي ايه تسهيل النوع التاني تسهيل الأمور بتلقى ملتوية على القانون انما النوع ده بقى بالنسبة للنوع الرابع بيكمل بقى الحاجات دي يقول لك هو المخالفات الإدارية والوظيفية والتنظيمية تصدر من موظف عام ممثلة بقى في إيه فقدم احترام موعيد العمل والامتنع عن العمل والامتنع عن أداء العمل تمام ده بنسبة إيه لفتاة الإدارية وفتاة الإدارية بقى بيجمع لك النوعين مع بعض يقول لك فتاة الإدارية مجموعة من الأعمال المخالفة للقنون وأصول العمل الإداري علمني على الأول تعريف ده من أول مجموعة للعمل الإداري تاني حاجة يقولك الخروج على نظم الإدارية السائلة لتحقيق مكاسب خسر الموظف العام يبقى أنا عندي الفساد الإداري متلقص في الجملتين دول علموا لي عليهم يقولك بقى وتتعدد أشكال الفساد ومنها الفساد بقى عندي إيه كم شكل كده بيظهر في الفساد عندي أول حاجة المحسوبية والمحباة والوسطى يقولك بقى يعني التدخل لصعب الحفاردة أو جماعة دون الانتزام بأسول العمل والكفاءة يعني أنا بدخل أنا بدخل في حاجة معينة مثلا في مجمع المصالح لصالح حد معين أو جماعة معينة من غير ما بص بقى الأداء العمل من غير ما بص الكفاءة العمل لا أنا بمشي أنا بدخل للحكاية دي علمشان أخلص مصلحة الواحد صاحبي لا أنا أحاول أخلص له الدنيا أعدي الواحد موظف عشان يمشيه هو الأول مثلا فالمحسوبية والمحباة والوسطى التلاتة مع بعض متلخصين في التعريف ده فأنتو علموا من أول تدخل لصالح فرد أو جماعة لحد يعملوا الكفاءة علموا على الجملة دي فقلت بقى المحسوبية الواحدة بقى هي عبارة عن إيه يقولك أما المحسوبية فهي علموا بقى على كلمة المحسوبية وخشوا بقى بعديها يقولك إيه هي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي إليها الشخص مثل عائلة أو حزب أو منطقة دون وجه حق يبقى المحسوبية أنا بعمل أعمال لصالح فرد أو جهة أنا بنتمي إليها يبقى ده المحسوبية يعلموا عليها المحسوبية هي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي إليها الشخص زي العائلة أو الحزب أو منطقة أما المحباة بقى علموا على كلمة المحباة دي عبارة عن إيه تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق للحصول على مصالح معينة يعني أنا بفضل جهة على الثانية عشان أعمل مصالح معينة يبقى المحباة دي أنا بفضل واحد عن الثاني يبقى المحباة تفضيل جهة على الثانية أما المحسوبية أنا بعمل أعمال لصالح واحد معين أنا بخلص لواحد الشغل بتاعه ده المحسوبية المحباء أنا بفضل حد عن حد تمام؟ نخش بقى إيه؟ في رقم اتنين استغلال النفوذ الوظيفي ده تاني شكل أشكل الفساد استغلال النفوذ الوظيفي إيه بقى الحوار ده؟ يلجأ نعلمه بقى معايا من أول كلمة حيث يقول لك حيث يلجأ أصحاب المناصب العلي الاستغلال مناصبهم لتحقيق المكسب المادية أقف لحد هنا يعني إيه أنا واحد عندي مثلا مدير شركة أو مدير مجمع المصالح مثلا تمام؟ فأنا عشان خطر أنه مدير مجمع المصالح في ناس عندي كده معينين بخلص لهم حاجاتهم بالتليفون وطبعا هيدلوا في نص مكابر الحاجة دي يقول لك حيث يتحولون ده مرور الوقت إنه رجال أعمال أو أصحاب شركات طبعا يبقى إيه؟ استغلال النفوذ الوظيفي ده؟ أنا موحب ما عنده منصب عالي بيتربح مديرا من وراء وظيفته وبيتحول مع الوقت لرجال أعمال أو صحب شركة ثالث إيه بقول لك يقول لك إيه يعرف استغلال نفوذ الوظيفي بأنه إيه؟ الاستفادة نكبه بقى نزل ما بقى بعيد ده حاجة استعريب تاني لإستغلال نفوذ والسلط أو نفوذ الوظيفي يقول لك إيه بقى الاستفادة من السلطة لحصول على منطفقة خاصة علموا على الاستفادة لحصول على منطفقة خاصة دي من خلال استثمار المعلومات التي يفترض أنها سرية في المؤسسة أو التأثير على القرونية أو المسروعية قرار جهة أخرى يعني أنا واحد بتربح من وظيفتي أو باستغل نفوز وظيفتي أنا عندي معلومات ما حدش غير يعرفها بدل ما المعلومات دي تكون سرية عندي بس أو في المؤسسة بس لأ أنا بنشرها للجال الأعمال وباقي المعلومات دي لأي حد يشتريها واللي بيدفع لي أكتر يبقى الاستفادة من السلطة حاجتين أول حاجة يئما باستغل من نفس التحقيقات المادية والتاني حاجة أن أنا باستغل ده كده عن طريق أن أنا ببيع المعلومات وباستثمر المعلومات اللي معي اللي مفروض أنها سرية والتالت حاجة اللي هو التهون في الكيام بالواجبات الوظيفية زي إيه؟ زي عدم احترام المهام الموكلة إليه وهو يتكسل عن كيام بواجبته تمام؟ أو بواجباته هو الجامع بين الوظيفة والأعمال الأخرى يعني أنا عندي إيه؟ التهون في الكيام بالواجبات الوظيفية حاجتين تمام عدم احترام المهام الموكلة إليه ويتكسل دي أول حاجة تاني حاجة الجمع بين وظيفة وأعمال أخرى مش بيشتغل في وظيفته بس بيشتغل في وظيفة وشغلة تاني تمام ومما ينتج عنه إيه التراهل في جهاز الإدارة للدولة ويغيب المسألة والمحاسم تمام ده كده بالنسبة لأشكال الفساد نتكلم بقى عن تاني عنوان معانا اللي هو إيه مظاهر الفساد وأسبابه أول حاجة نتكلم عن مظاهر الفساد بصوا بقى باشا أول حاجة أنا عندي الفساد لأغراض سياسية الفساد لأغراض سياسية ده نبقص بقى مع بعض يقول لك يصبح الفساد سياسيا عندما بقى إيه عندما تكون أهدافه ودوافعه سياسية لدى نخبة سياسية لدعم الجماعة أو حزب وأفراد أخرى علمي بقى على من أول تكون أهدافه لحد أفراد أخرى يعني الأهداف بتاعتي أو الغراض بتاع بيكون سياسي إمتى لما أنا بعمل الحاجات معينة عشان ندعم حزب أو جماعة معينة تمام يقول لك بقى يمكن تعريف الفساد السياسي بقى إن هو إيه واحدة واحدة ذلك السلوق القائم على التنصل من الوجبات الرسمية المتصلة بالوزيفة العامة في سبيل تحقيق مصلحة خاصة لمجموها أو حلقة سياسية تمام أو حزبية هو الكي وورد بتاعتي اللي هي إيه حلقة سياسية أو حزبية أو جماعة وأحزاب دي الكي وورد بتاعتي أنا أول ما شوف دي أعرف إنها كان من حاجة لها علاقة بالسياسة فتعريف السياسي هو سلوك أنا بعمله تمام بتنصل من وجبات الرسمية بتاعتي يعني أنا مفروض بفي وجب رسمي بعمله لا أنا مش هعمله تمام علشان حقق مصلحة حزب أو جماعة ما بنتمي لها تمام قل لك بقى زي حوار الإيه زي حوار الأخوان المسلمين كلا ما حصل أو حوار الحزب الوطن الزي ما حصل قابليها قل لك وانتهاك أو انتهاك الكواعد الرسمية في سبيل تكوين أنماط معينة من النفوس والتأثير لتحقيق مصلحة للك الجماعة يئما إيه يئما بكون نفوس بكون قواعد نفوس بحيث أن إيه يكون الجماعة دي تكون هي اللي مستطرة على كل أركان الدولة تمام يئما أن أنا إيه بتنصل عن مواجبات وظيفتي عشان حقق عشان حقق ما تكسب للجماعة دي ده بالنسبة للجزئة دي نبصها برجنا في البعدي تقول لك بقى إيه حيث تعتمد النمضة النظم الزدادية على الكوادر ووفقات من الموظفين الموليد لهذا النظام علم مع الجملة الأول تعتمد لحد الموليد لهذا النظام يبقى أنا عندي نظم بتعتمد على الكوادر دي علشان إيه تحقق أهدافها وتثبط اللي هي عايزة فالنظام يستخدم هؤلاء لتصديت أصواتها المعارضة تمام أعلم بالأول يستخدم لحد أصواتها المعارضة يبقى أنا عندي النظام الاستبدادي تمام بيعتمد على فقات من الموظفين بيعتمد عليهم في إيه عشان يعمل النفوذ وإيه ويستطر على المعارضة وتستخدم هذه الشريحة نفوذها لتحقيق منافع خاصة فهناك علاقة تبادل علاقة تبادل وتأثير بين النظام المغلق وأبنائهم الموالين له وتصبح إيه علاقة مصالح متبادلة كل كلام ده كله حشو للك بقى إيه نكامع اللي بعديها بقى إن ضعف المعارضة السياسية داخل النظوم السياسية يؤدي إلى الاستبداد وبالتالي لترسيخ الفساد علم عليها يا باشا من أول إن ضعف المعارضة لحد ترسيخ الفساد يعني بيقولك المعارضة في الدولة بتقل تمام ده يخلي فيه استبداد بحيث إن فسادها يزيد بحيث إن ما فيش حد بيعترض على أنا بعمله عملت حلوة عملت وحش أنا عملت وحش عملت حلوة ستطبل لي عملت وحش ما فيش حد هيقول لي أنت بتعمل إيه فطبيعي الفسادها هيكثر بحيث إن ما فيش حد بيحاسب حد ما فيش معارضة ما فيش حد بيتكلم زي ما بيحصل في وقت كده بس طبعا مش ينفع نقول إنه وقت ده دلوقتي طبعا عشان إيه ما نتحبسش كلنا مش مشكلة بقى خاصة إذا ما نجح النظام السياسي باحتواء المعارضة واقوم بإخضائها ومجموعة من الامتيازات السياسية والاقتصدية هنا تصبح المعارضة شكلية مفرغة مما يصبح في النهاية لتصليق الفسادة وتعمل جزوره ده إيه كلام زي هذا اللي احنا قلناه اللي اللي تعلمه أسيد علي ده الأساسي آخر حاجة بقى الكلام في الصفحة دي اللي هو إيه الفسادة الأخلاقي الفسادة الأخلاقي ده ببساطة علم معي يا غالي إن حرفاته السلوكية ده متعلقة بسلوك موظف الشخصي أو سلوك الموظف الشخصي وده صرفاته قل القيام بأعمال مخلة بالحياء في مكان العمل يبقى الفسادة الأخلاقي ده موظف بإيه يعني بيلعب باديره في مثلا إيه مدير المكتب مع عبد الوزير مع السكرتيرا كده يعني بس مش هورا كتر من كده وكاد يكون ده إيه هو هيفسرها لك من غير ما نتكلم بقى بص بقى كاد يكون التحرش في أماكن العامة من أبرز صور هذك فساد حتى يستخدم مدير سلطته لإقامة علاقة مع مرؤوسيهم من الجنسة الآخر مكبر حصول على الامتيازات مادية أو معنوية أظن أنه فيش حاجة وقت حكتر من كده الحاجة الوحيدة اللي بنفهم فيها بيقص على صفحة ثلاثة يا جدعي بص صفحة ثلاثة بيقول لك إيه بقى أسباب الفساد إيه أسباب الفساد يا صاحبي بص بقى مع بعض أول حاجة ضعف سيادة القانون ضعف سيادة القانون يعني أنا القانون بيبقى إيه مالوش يعني مالوش هبة زي ما بيقول يأنتم ضعف تطبيق القانون في المجتمعات غير المتقدمة نتيجة إيه عدم اجتمال للعديد من التشريعات الخاصة من كفحة الفساد علم لي بقى من أول عدم لحد الفساد من لك عدم اجتمال تشريعات الخاصة بالفساد ده بيقدل ضعف سيادة الدعو في سيادة القانون يعني أنا القانون عندي ما فيهوش لاشي يعدد الفساد أصلا أنا القنون ما فيهوش قوانين تدد الفساد فلا طبعا هخلي الفساد يزيد أنا معندش حاجة تقول الفساد لأ أصلا فضلا عن إيه بقى فضلا عن مصادر حريات التعبير عن الرأي فضلا عن محاصرة وسائل الإعلام والتهميش الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني المدني يؤدي إلى اختلال التواصل بين السلطات التداسل التشريعية والتنفيذية والقضائية يعني إيه يعني بيقول لي أنا في عد مصادر حرية زي إيه زي محاصرة وسائل الإعلام وتهميش الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني علم לי من أول محاصرة من أول كمة محاصرة وسائل الإعلام لحد المجتمع المدني يعني أنا بالضعف سائل الإعلام برضو سببها إيه سببها أن أنا بضعف وسائل الإعلام يعني أنا بخليش الإعلام يتكلم عن المشاكل فإن blame إعلام ما تكلمش عن المشاكل يعتبر لي مش مشاكل المشاكل مشё تتعرف فده بسبب لما المشاكل إليه تعرفتش مش ع rigid عمل لها القانون فده يقول لك ايه بحاصرة اعلام فبقى ادي الى ايه اختلال التوازن بين السلطات التشريعية وتنفيذية والقضائية ده بالنسبة لضعف سيدة القانون ضعف سيدة القانون برضو نقطتين عشان ما تطلق بطوش اول حاجة التشريعات بتاعتني عدم اكتمال التشريعات الخاصة من مقافحة الفساد تانية حاجة محاصرة الحريات زي محاصرة وسائل الاعلام والنقابات المستوى المجتمع المدني فهيقدي الى ايه فهيقدي الاختلال ده وزن بين السلطات الدولة التشريعية وتنفيذية والقضائية تاني نقطة عندي هو ضعف الجهاز القضائي ضعف الجهاز القضائي يقول لك ايه حيث يصبح تنفيذ الاحكام القضائية خاضعا للنفوذ والمال علم على دي يا باش علم على الامة حيث نقول كلمة حيث لحد نفوذ والنال هو ده ضعف الجهاز القضائي نكمل بقولك فضلا عن طول فترة اجراءات المحاكمة بالنسبة للفاسدين التي مكنت بعض الفاسدين من الهروب من الدولة قبر اجراءات المحاكمة خاطر اشخاص المقربين من السلطة يعني واحد عمل ايه واحد حتى يتحكم حكمة مثلا بفضل ايه عشباب بدي برش القاضي عشان هو راجل كبير القاضي يفضل يدي تأجيل في تأجيل لحد لما وصلت الفورة ويخلع برى البلد زي ما حصل قبل كده كتير جد بس نتحدث بعد كده يقول لك ايه ضعف نية الكيادة السياسية في مجابهة الفساد يعني عندي الكيادة السياسية اللي هم الكيادة السياسية اللي هي مين رئيس الوزراء اه مثلا رئيس الجمهورية ممكن اه الوزراء الناس المسكين المنظمات وهكذا يقول لك ايه ده ما عندهمش ناية ان هم يحاربوا الفساد اصلا يقول لك لا شك ان ضعف الارادة السياسية للنظام السياسي بصفة عامة بالاضافة الى ضعف نية الكيادة السياسية يعني ضعف الارادة السياسية تمام يعني النظام كله كله ما عندهش إرادة أصلاً مش عايز يعني ما عندهش القدرة أنه هو يحربي الفساد وفي نفس الوقت هو ما عندهش نية أصلاً إنه ما عندهش نية إنه حراب الفساد لإنه ما عندهش قدرة فهو ها هو أковضل عمدي قدرة سياسية لا عنده إرادة سياسية ولا عنده نية الكيادة السياسية يعني نظام كله ما عندهش وفي نفس الوقت الكيادة نفسها مش في النة هتحربي الفساد offs 때문 قد يقول أبرز العوامل cycles يسبق في تشاري الفساد فضلاً عنsta بقى أعلم قم معي إذا كانت الحكومة أيضاً غير قادرة على انتخاذ قارات ضد الفسدين وغيابة مسألة والمحاسبة. همم? يعني إنا عندي ضعف نية القيادة السياسية من حاجتين أول حاجة ضعف الأراضي السياسية للنظام السياسي. وطاني حاجة ضعف نية القيادة السياسية؟ وبعد ذلك يقول لك إيه? عند دلت حاجة لايه? الحكومة أيضاً غير قادرة على اتخاذ قارات ضد الفسدين. الحكومة لا تدخد关ي وغياب المساقلة والمحاسبة اللي بيسرق بيسرق واللي بيعمل فساد بيعمل فساد فيش حد بيقول انت بتعمل ايه علمتوا على الكلام ده زي ما قلت لكم نكمل بقول لك مم يؤدي حتما إلى فقد الساقة في هذه الحكومة من ثم قبول المواطنين الفساد كواسيلة لحصول على الحقوق وإقناعوهم بعدم قدرة على القضاء على المصارح دون اللجوء للوسطى نتيجة غياب المساقلة والمعادلة المساواة والعدالة تمام تقول لك بقى إيه إن عدم وجود برلمان قوي يراكب أعمال الحكومة يضعف من قليات المساقلة بشكل عام علمها على الجOMلة يا باشا يبقى إيه ضعف أجهزة ركابة الدولة تمام بييجي بالنتيجة إيه عدم وجود برلمان قوي يراكب أعمال الحكومة يضعف أيه قليات المساقلة بشكل عاح لأن البرلمان ده سوء الشقد مدام البرلمان مش بيقول أن فلان الفلاني فاسد يبقى فيرون الفلاني زي الفل ما فيش حد يقول لحد فاسد وقول لي يسرق يسرق وتعمل للي انت عايزه ما فيش حد هيا حسبك لان اقوى صوت في الدولة هو صوت برلمات تمام نكمل تبقى معلمه من اول كلمة ان عدم لحد كلمة بشكل عام قولك خاصة في الدولة الى تلتزم مبدأ الفصل بين السلطات السلاسة التشريعية والتنفيذية والقضائية مما يؤدي الى تغيان السلطة التنفيذية على سلطات اخرى اركزوا بقى معي بقى ايه? علموا معي من اول ايه من اول تغيان سلطة التنفيذية على السلطات الاخرى وهو ما يخل مبدأ المتبادلة وينتج عن ذلك تمتع المسؤكد من حكومين في حرية واسعة علم لي من اول يؤدي لحد حرية واسعة. ايه الكلام ده يعني انا بسبب ان انا ايه ما عنديش مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية الا بيحصل? السلطة التنفيذية بتاخد بتاخدati سلطة اكبر من القضائية والايه والتشريعية. فأنا السلطة التنفيذية دي اللي هي مين اللي مثلاً الإقسام، الاركابة الإدارية، الحاجات التنفيذية، الحاجات اللي هي بتنفذ القانون. لو دي واحدة سلطة كبيرة يبقى الزابط ده أو الموظف اللي شغال في الدولة ده ده واخد سلطة كبيرة جداً ما فيش حد يحزبه. فهو بقى إيه؟ هتلاقصت قبل سماح بتاخد فلوس من الناس اللي عايز يتخلص شغل. هتلاقصت مثلاً زابط بيقبض رشو عشان يطلع واحد من السجن. كل الكلام ده كله بحيث إن هو السلطة تنفيذية دي خادت مكان أكبر من مكانتها. ما فيش حد بيركب عليها. تمام؟ ده معنى ده ده بالنسبة للجزء بتاع داعها في جهزة ركابات الدولة. ندخل بعد كده بقى على إيه؟ على تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية. الحكومة بتدخل في الأنشطة الاقتصادية. بقى لك بقي لا شك أن الخسخصة في مصر تعتبر تموذج لأبرز قنوات الفساد. تعلمني على كلمة خسخصة في مصر لحد قنوات الفساد. تمام؟ يبقى تدخل الحكومة الأنشطة الاقتصادية يبقى يتمثل في الإيه؟ في الخسخصة في الإيه؟ الخسخصة تمام؟ مثلاً إيه؟ مؤسسات عامة بتبقى خاصة. ونكلمة ده مع بعض. لك حيث إن اعتداد الوزراء والنواب الشعب على بيع المشاريع والأصول نظير تحقيق مكاسب خاصة. تمام؟ يبقى أعلمي من أول كلمة تعتداد الوزراء لحد ما تكسب خاصة. يبقى أنا عند الوزراء والنواب بهم اللي بيبيعوا المشاريع وبيبيعوا وبيبيعوا حاجات البلد مقابل إنه هم يأخذوا فلوس في جبههم هم. تمام؟ ده تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية. نكامل بعد يقول لك ضعف دور المؤسسة المجتمع المدني في الحياة العامة. يقول لك ضعف دور مؤسسة المجتمع المدني. المجتمع المدني يقول لك إيه؟ اللي هي جامعية الخيرية والمهنية. لو في جامعية خيرية أو مثلا جامعية حقوق مثلا إيه؟ إيه نقابة الموظفين نقابة مثلا المهندسين نقابة أي حاجة. فهي دي بتبقى إيه؟ مؤسسة المجتمع المدني. يقول لك بقى إيه ضعف مؤسسة المجتمع المدني. علمني بقى على ضعف مؤسسة المجتمع المدني دي. وعلمني على إيه؟ على ركابة السياسات العامة بشكل عام وأعمال الحكومة بشكل خاص. يبقى إيه؟ يبقى مراكبة السياسات العامة بشكل عام ومعاملة الحظومة بشكل خاص تمام؟ ده الجزء الخاص بالإيه؟ بالدور المساعدة المجتمع المدني مع ضعف دور وسائل الإعلام ومحدودية الحريات ذلك يقدر التشاري الفساد يعني اللي تبقى إيه؟ المساعدة المجتمع المدني مش شغالة ومش بتركب على الحكومة وكمان الإعلام ورده مش واخد دوره ومش عارف يتكلم ده كده ده بيأخصب للفساد أنا كده بقول لك اسرق أبرحتك ومش قول لك أنت بتعمل إيه؟ نكمل بعد كده تمام؟ معلش يا شباب هتنقول لك بطول شوية بس عشان معلومة تثبت بس معلش نكمل إيه؟ المرحلة الانتقلية عقب المراحل الانتقلية تتمر بها الدولة ينتشر الفساد يعني إيه أنا عندي مراحل معينة خلال المراحل دي مناش الفساد بينتشر في الدولة أقول لك إيه؟ نكمل بنبقى مع بعض فقد تمر الدولة بمجموعة من المراحل سواء على مستوى الاقتصادي أو السياسي فعلى المستوى الاقتصادي تنتقل الدولة من إيه بقى إيه؟ من التخطيط قد تنتقل الدولة من التخطيط المركزي علم ليه على كلمة من التخطيط المركزي القؤم على تدخل الدولة في الأنشاط الاقتصادية يبقى التخطيط ده مركزي ده اللي هو إيه؟ التدخل الدولة في الأشواء الاقتصادية يبقى ده التخطيط المركزي إيه إلى نظوم الرأس مالي؟ إن نظام الرأس مالي ده يعتمد على قوى العرض والطلب ففي مصر مثلا نعلم بقى الحلقة اللي جاي دي ففي مصر مثلا عندما تحاولت نظام الرأس مالي تركزت الثورة في صروة في يد طبقة معينة من الناس يعني أنا عندي الدولة ممكن تتخلص من تتحرك من النظام التخطيط المركزي تخطيط المركزي اللي هي الحكومة اللي مسكن لو تصده لو تصده كله في إلي الحكومة إلى نظام الرأس مالي ده يعتمد على قوى العرض والطلب يعني الحكومة ليست تدخل ونسوقه ولا ماشي فلما الحوار ده اتطبق في مصر عملت حاجة اسمها ايه اتركزت الصروة في ايد الطبقة معينة للناس زي حصل ايام الملك فاروق وكده نظمة اقطاعيات واحد بذكرش كده يقول لك انا عندي سبعة الاف فدان واللي عنده خمس الاف فدان وارقام غريبة كده نكمل تقول لك بقية وقد تمر للدول بمراحل الانتقالية علم بعلا دي عقب قيام الصورات عقب قيام الصورات يعنى مراحل الانتقالية دي بتيجي امتى؟ عقب قيام الصورات هذه المراحل التي تلي تلك الصورات تكون بيئة مناسبة في نظرا ايه بقى ؟ نظرا ايه بقى علم بعلا دي نظرا لتفكك مؤسسات واجهات اجهزة الدولة خاصة لا جدا الرقبية يعني انا عندي الفساة بيبدأ يطلع امتى عقب الصورات الايه بيحصل بعديها بتكون Watson جهازة الدولة متفككة ايه حاصه لا جدا الرقبية يعني الجهاز اللي بتركب على الدولة مثلا زي الإيه؟ زي الإقسام، المحاكم، الرقابة الإدالية، كل ده كله يبقى محروق بعد زورة 25 ناية، كل ده كله كم محروق فكل واحد يسرق يعمل اللي هو عايزه، ما يبقاش فيه زابط يمسكك أصلا، فأنت تعمل اللي أنت عايزه وأنت مش خايف فقول لك بقى إيه؟ إيه بقى المراحل دي اللي بتزهر بعد كيمة السورات دي؟ أول حاجة الجهل الجهل يقول لك إيه؟ قول لك انتشار الجهل هو إيه بقى؟ هو عدم الوعي بأهمية المحافظة على المال العام أعلم عن الكلمة دي، يبقى إيه؟ الجهل بالنسبة للفساد هو عدم الوعي بأهمية المحافظة على المال العام ولك من أهم أسباب انتشار الفساد فضلا عن تسمية الأشياء بغير مسمياتها فتصبح رشوة إكرامية تمام؟ يبقى أنا عندي الجهل في نقطتين، هو عدم الوعي بأهمية المحافظة على المال العام وانتاني حاجة الفساد بينتشر وبسمي حاجة مش مسمياتها يعني الرشوة بسميها إكرامية بالنسبة لما يروح مثلا للموظف الحكومة بديله مثلا رشا عشان يحطينه بأول الطبور مثلا فدي بتغير بأي مفروض تبقى رشوة خلها رشوة ده نفس الكلام لك ولا ننسى بقى ايه ضعف قضية الوعي بأهمية محاربة الفساد ومعرفة أصاره وأضراره من أهم الأسباب التي تقدر أن تشار الفساد يبقى ده تاني حاجة في الجهل اللي هو ايه ضعف قضية الوعي بمحاربة الفساد ومعرفة أضراره ثلاث نقطة يقول لك ايه فضلا عن ايه بقى عن إحجام المواطنين أساسا عن إبلاغ عن وقعة فساد خشية التعرض لمصالحهم يبقى ده تلت حاجة عندي مرتبطة بالجهل إننا المواطن ايه إحجام المواطن أساسا عن الإبلاغ يعني المواطن مش بيبلغ لو حق ده نشوف قدية الفساد قدام مش بيبلغ ليه خشية على التعرض لمصالحهم خفية خشية على التعرض لمصالحهم أو أي أفعال انتقامية يمكن أن تقعد ضدهم أنا أخاف أن أنا أبلغ عن واحد يقول لك ده راجل واصل ومش عارف ايه فيضرني طبعا ايه الكلام ده من دمن الجهل نقش بقى صفحة اللي بعده كده صفحة اربعة بصوا أنا أخلص صفحة اربعة دي آخر حاجة هتكلم فيها الهي القطار التشيرة لمكفحة الفساد وخلاص وكون الفيديو ده خلاص تمام يعني حيث نخوش نضمن يمي الدرجة لتع проход نضمن يمي الدرجة ويومين نتعب فيهم وخلاص لبعضoa اللي حصل في الانتحامات اللي فاتت بداية حنا أكوننا زعلانية فمش اقال لي من يمي الدرجة لحواء انسان نكمل بقى يقول لك بقى انخفواط اجور العاملين في الدولة من دمن المراحلة الانتقالية ومن دمن الحاجات اللي بتحصل بتخلي الجهل يطلع وتخلي علم بقى معايا غلاء الأسعار وارتفع التدخب وانخفاض الأجور من أهم أسباب التشعر الفساد ولأن ذلك يفتح للموظف علم بقى على جاية دي برضو يفتح للموظف باب الحصول على أموال أخرى غير داخل الأساسي لكي يواكب تطورات الأسعار تحت شعار الإكرامية يعني أنا عندي انفخارات أجور العاملين في الدولة دي يقول لك بقى إيه بيفتح للموظف باب حصول على أموال أخرى غير داخل الأساسي يقول لك إيه يترطب على ذلك تحدث الناس عن الفساد كأنه أحد حقائك الحياة وفي مصر نتيجة انخفاض معدلات الأجور بوحدة الجهاز الإداري مناقع لتفشي أوجه الفساد كراشه وطلبه وسيله على المال العامل يعني أنه في مصر بسبب أن الموظف بتاعة الدولة في مصر بيأخذ فلوس قليلة فطبعا هو الفلوس دي مش مكفية مثلا بيقبل 3000-400 جنيه لا تفتح بيته ولا تعرف تعمله أي حاجة فالفكرة بقى هو يبدأ يحاول يتربح من وراءه وزفته بأي حاجة فده هو أصلا فكر في الفساد نتيجة أنه فلوس قليلة لو الدولة بتدي له فلوس كويس وتدي له مواد مرتب كويس أنا كده كده أريدنا مكتفي أنا لها بصر الفساد ده كم المرحلة اللي بعد كده ضعب في الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية يقول لك بقى إيه مشاكلها بقى الهياكل التنظيمي في الأجهزة الحكومية مشاكلها إيه بقى إيه اللي بتترجعش مما يجعلها لا تلبي احتياجات المواطنين الراغبين في خدمة مقدمة من أجهزة الحكومة تمام يعني أنا برجعش الأجهزة دي تمام فبالتالي مش برجع على شغلها مش بشوفش هي بتعمل إيه فبالتالي هي ممكن تدي الموظف تدي للمواطنين أي خدمة بايزة ممكن الموظف يعمل أي شغل يدي أي شغلة بايز أي شغل مش متزبط أي حاجة ومش حال يقول أنت بتعمل إيه قول لك دي أول حاجة إيه الدعوة في الهايكرة التنظيمية تاني نقطة فيه التداخل الكبير في الاختصاصات فيما بين الأجهزة والواحدات الحكومية يعني إيه يعني ما فيش ما فيش واحدة معينة بتعمل بشغل يعني مثلا إيه أخلص من السفارة مثلا يقول لي يطلع علي مثلا على مجمع المصالحة الورقة الفرنية وطلع لي بعدها على المحكمة وطلع لي بعدها على الوحدة الصحية فما فيش حاجة واحدة بتعمل الحاجة امتعني بطلع على الحجل دي لو بطلع على الورقة دي لا أنا بطلع لي على 60 ألف ما كان عشان أخلص الورقة بتاعتي نقطة اللي بعد كده عدم تحديد الاختصاصات داخل الجهة الواحدة بشكل دقيق ممي قد إلا شيوع المسئولية داخل الجهة الواحدة يعني ما فيش الحاجة دي مثلا القطاع ده بيعمل من شغلنا دي لا أنا عندي حاجة اسمها إيه عدم تحديد الاختصاصات يعني كل قدارة مختصة بحاجة معينة كله بزراميتك كده وده بيعمل ده وده بيعمل شغل ده فالدينة بتبقى ضائعة ده يتسمى إيه ده ضعف الهياكل التنظيمية للأجهزة الحكومية كل نقطة من دول علموا عليها الوحدة يا شكرا بعد كده بأخر حاجة عندي في المراحلة الانتقالية لك إيه ضعف الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية يعني ما فيش رقابة الرقابة دي اللي هي إن إيه إن أنا براقب وبشوف الدولة فيها فساد ولا لا هنتكلم عن الرقابة بالتفصيل في إيه في الآخر ممكن تلقى في تاني فيديو ولا حاجة في تاني فيديو أي طيب يؤدي ضعف الرقابة على الأجهزة الحكومية وعدم فعاليتها اللي يزيد وقوع من مسلات الفساد وانتشارها تمام ده كده خلصنا الجدس بتاع أسبب الفساد ونراحل الانتقال نتكلم بقى عن آخر حاجة في الفيديو ده معلاش يشوف الفيديو كده فنقف عند النقطة بتاع الأكتر التشير على المكفحة الفساد وكمل بعد كده في الفيديو اللي بعدها تمام بس أنا بشرح لكم عشان تكونوا فاهمين معايا يعني سلام عليكم